السرطان اللعين أما شبعت بنا بعد ألم ترتوي من الشباب الأنغياء كفاك سفكا لدماء وأرواح أفضل ما نملك وأغلى ما لدينا قتالنا معك مرير وطويل لكننا سننتصر لأن إرادة الحياة أقوى من إرادة الموت أما أنت يا ميلاد يا رفيقا حبيبا ونبعا من العطاء والحب عرفتك شبلا صغيرا تمرح مع الحياة ثم شابا يافعا مناضلا تموحا رفيقا صادقا طيبا محبا للحياة والمجتمع صارعت في الحياة لتصل إلى المراتب العليا ووصلت بنجاح كبير وصارعت المرض الخبيث بإيمان كبير وعزيم لا تلين أذكر كلمتك التي لا أنساها حين قلت لي منذ شهرين تقريبا سأصارع حتى الرمك الأخير وبصدق أقول لك لقد صرعت الموت إيمانا منك بالقول ليس المهم أن تصرع التنين إنما المهم أن تصارعه أتاك للموت باكرا فرحلت دون وداع هكذا هم الرجال يكرهون الوداع لأنهم ما خلقوا إلا للحياة باق أنت في القلب شريانا باق في عيون الأحبة والأصدقاء وكالشمس أراك لا تغيب مساء إلا لتعود عند الصبح تشرق من جديد ها هي الروح تتسامى صرودا نحو السماء لتعلن المقاء الأبدي لأن أمثالك لا يمتون ولا يستحقون الرحيل لأن أجسادنا قد تسقط أما نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود للعائلة كل العزاء للرفيق نبيل الصابر الأب الصامد العامل الذي تفان في العطاء والعمل للأم ليندا المؤمنة الطيبة التي لم تترك يوما إلا وكانت بجانب فلثة كبيدها لفادي الأخ الحنون الطيب الصادق للرفيق وائل الذي كان يتابع كل شيء خطوة خطوة وضفيقة ضفيقة لرازة التي كانت تكابر على الدمع ولا تهادن إليكم جميعا كل العزاء والرحمة لك رفيق ميلاد وشكرا لكم جميعا والبقاء للأمة الكلمة الآن للحزب السوري القومي الاجتماعي يلقيها حضرة ناظر الإزاعة في منفذية الكورة الرفيق هنيبال كرم